يواصل طرف الصراع في ليبيا حجد قواتهما لحسم معركة طرابلس عسكريا رغم تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة العودة إلى الحل السياسي للأزمة ومع اقتراب المعارك من مناطق وسط طرابلس أعلن الجيش تعرض مواقعه لقصف جوي جنوب طرابلس ورد على ذلك بإعلان حظر الطيران في المنطقة الغربية يمنع بموجبه وجود أي طائرة حربية فوق منطقة العمليات وهي منطقة طرابلس بالكامل أي طائرة تقلع من أي مطار كان ومن أي مكان كان تستهدف قواتنا سواء بالعملات القتالية سواء بالاستطلاع سواء بالتصوير الجوي سيتم التصدي لها وسيتم ضرب المكان الذي أقلعت منه في غضون ذلك التقى المشير خليفة حفتر برئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لبحث خطة تأمين طرابلس والمنطقة الغربية بعد انتهاء العمليات وفي المقابل اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فايزي الصراج مع الفريق الرقن محمد علي المهدي رئيس الأركان العامة في حكومة طرابلس لبحث تطورات الموقف العسكري في طرابلس الكبرى فيما عززت كتائب مصراطة مواقعها في المدينة وخلال اليومين الأخيرين تقدمت قوات الجيش الوطني نحو العاصمة طرابلس وعلى جفة الجنوب أعلنت سيطرتها على مطار طرابلس الدولي السابق ومناطق قصر بن غشير وواد الربيع وسوق الخميس وفي الجفة الغربية وتحديدا في الزاوية أعلنت الكتائب المسلحة تابعة لحكومة الوفاق أسرى العشرات من قوات الجيش الوطني خلال محاولتهم قطع الطريق الساحلي بين طرابلس وتونس ترجمة نانسي قنقر